أهلا بكم من جديد في الوقت اللي فعاليات مؤتمر قمة المناخ كاب 27 شقالة وزارة المالية ومصلحة الضرائب المصرية اتخذت قرار بتفعيل قرار كان تم اتخاذه منذ فترة وتم تطبيقه وهو رد القيمة المضافة للمغادرين الأجانب كان بيتم بشكل مختلف ودلوقتي حيتم بشكل مميكا بالكامل في مجموعة من التسيرات اللي حتقدم للسائحين في الفترة الجاية بالتزامن مع نعقاد المؤتمر خلينا نعرف تفاصيل أكتر عن القرار ده وعن طريق التنفيذ موجود معنا في الستوديو الأستاذ محمد عبد الباقي الجرحي مدير مشروعات بوحدة السياسات الضريبية بوزارة المالية صباح الخير عليك أهلا وسهلا بحضرتك أهلا وسهلا بسهلا للمشاهدين بداية فكرة رد قيمة الضريبة بتاعة القيمة المضافة للسائحين أو للمسافرين المغادرين لمصر احنا لغاية قبل ما نتكلم مع بعض قبل ما نطلع على الهواء أنا كنت متخيلة ده قرار جديد احنا قلت لي أنه لا ده موجود من قبل كده عايزين نعرف إيه اللي بيرجع لهم بالزبط وقدي إيه القيمة اللي بترجع بالزبط والقرار بالفعل كان مطبق هو بالفعل يا فندم منذ صدور القانون رقم 67 لسنة 2016 وهو الخاص بدريبة القيمة المضافة وإحنا عندنا موجود موضوع رد ضريبة القيمة المضافة للسائحين أو المغادرين الأجانب عند مغادرتهم لمصر طيب هو دلوقتي بس إيه اللي اختلف؟ إن احنا فيه في يناير 2022 صدر قانون جديد هو القانون رقم 3 سنة 22 وده بيعدل بعض أحكام قانون ضريبة القيمة المضافة رقم 67 لسنة 2016 بحيث أن كان الأول القيمة اللي بيتم ردها للسائح الأجنبي على الفواتير اللي بتتعدى لـ 5000 جنيه فلما جي قانون 3 سنة 22 صدر قلل قيمة المشتريات بتاعة السائح لـ 1500 جنيه يعني كل سائح أجنبي مع فطورة المشتريات لا تقل عن 1500 جنيه من حقه أنه هو يسترد ضريبة القيمة المضافة المسددة عن هذه المشتريات اللي هي 14 اللي هي 14% طيب فكرة ميكانت بقى المنظومة بشكل عام إزاي تم ميكانتها وإزاي السائح بيقدر يعرف قبل ما يروح المطار لمغادرة أرض يعني خلينا نكلم مدينة السلام تحديدا أو مدينة شرم الشيخ بيقدر يعرف القيمة اللي هيستردها طيب إحنا في زل إن إحنا استغلينا إن مصر تستضيف مؤتمر الأمم المتحدة لتغير المناخي وعملنا منظومة مميكانة في مدينة شرم الشيخ هو أول ما السائح بينزل للبلد والمفروض إن إحنا وزعنا ملتقات على المحلات والتجار اللي عندهم ومشاركين في موضوع رد الضريبة بيتوجه السائح بالشراء من المحلات دي والمفروض إن هو بيقدم لهم جواز السفر بتاعه عشان ياخدوا رقم جواز السفر ويحطوه على الإصال الإلكتروني طبعا لما بيجي التاجر أو الممول يطبع الإصال الإلكتروني للسائح هو بيسمع في جهتين في حاجة إحنا عملناها برضو جديدة اسمها موبايل أبليكيشن بيستطيع السائح من خلال إن هو ينزل الموبايل أبليكيشن ده على موبايله وبرقم جواز السفر بتاعه يقدر يستعلم على كل الإصالات الإلكترونية اللي هو اشترى بيها خلال فترة إقامته في مصر وبيسمع في ناحية تانية برضو في المنظومة المميكانة لرد الضريبة عند مأمور الجمر حريكم تقول إنه تم توزيع متساقات على المحال في شرم الشيخ أمش عارفة هنتخذ الخطوة دي قريبا أعتقد في باقي المحافظات وللأ ولكن دي كانت خطوة أعتقد مهمة جدا عشان الناس تبقى عارفة التفاصيل اللي يقدروا من خلالها يرجعوا القيمة بتاعت الضريبة أو قيمة الضريبة المضافة دلوقتي إحنا عندنا أكيد شروط للسائح اللي حيسترد الفلوس بعيدا عن نقطة 1500 جنيه هل لها بقى شروط للإقامة شروط للمغادرة كمية محددة نوع العملة أو تحديد بتترد فلوس أو بتترد تفاصيل كده حاركوا الهند طب هو برضو القانون 3 عندنا لسالة 22 استوضح 3 شروط هو أول شرط زي ما قلت لحضرتك أن قيمة المشاريات لا تقل عن 1500 جنيه تاني شرط عندنا وفتورة واحدة على الفتورة الواحدة يعني ما ينفعش أعمل فتورة ب700 وفتورة ب500 وفتورة ب500 واردع أقول ضمنهم بزرط تاني حاجة أن مدة إقامة السائح الأجنابي في مصر اللي تزيد عن 3 شهور هو اللي يبقى مقيم أو مع تصليح واللي يعتبر مقيم فعلا تالت حاجة أن هو يأخذ السلعة دي بصحبته أو بأي وصيلة أخرى وهو خارج من المطار يعني يخرج السلعة دي بر مصر أو استخدمها لو هي مثلا المأكلات من السوبر ماركت أو حاجة كده هو مأكلات لا تطبق عليها لا تطبق عليها بالضبط أنا أتعكب منين اللي هي خرجت بر مصر محق وهو بيتوجه للمكان المخصص لرد الضريبة في الجمرو المفروض هو بيقدم له الجواز الصفر بتاعه وبيقدم له السلعة اللي هو هيسافر بها يعني بيطلع عليها قبل ما بيرده له الضريبة طيب خلينا هنا برضو نتكلم بشكل من المنطق لو أنا في السلعة دي وليكن مثلا هنقول مكوى يعني حاجة تتجاوز الـ 1300 جنيه 1500 جنيه عفوا اللي حاجة بتقول عليها طيب أنا هنا اشتريت السلعة والسلعة مفروض اللي هي موجودة في الشنطة في الشنطة بتاعتي وأنا عندي أكتر من سلعة هل طبيعيا إلا أنا أفتح الشنطة وعد أدي الفاتورة هو طبيعيا بس إنه هو يتوجه بوقتي قبل المغادرة بوقتي كافي عشان يدخل للمكان المخصص ويوري له إنه هو القانون النص على إن السلعة تكون معاه هو مسافر يعني خلينا برضو أنا أتكلم في بره لأن أنا بحط نفسي دلوقتي أمام المشاهد بره لما أمليجنا إنه رد حاجة زي كده ما بشوفش أنا فاهم طبعا أصدح حضرتك الشرطي ده شرطي ده في القانون علشان ما يكونش مثلا حد صديق ليه هنا مصري مقيم هو اشتريه له مجموعة من السلعة لكن لابد يكون لها عدد من الاعتبارات الأخرى علشان برضو يبقى فيه نوع من أنواع السهولة والمرونة في عملية الاسترداد طبعا بس ده اللي احنا بنتمنى أنه يبقى موجود طبعا مرادية لكن برضو هنروح لحاجة تانية فكرة التوعي أي قانون جديد أو أي خطوة جديدة بتقدم عليها مصر لابد بيكون بيصحابها مجموعة من التوعية والإرشادات علشان خاطرها أقدر أعرف التاجر وعرف أيضا المستهلك أو الزائر لمصر فزي أنتوا قمتوا بحملات التوعية لهذا الموضوع حضرتك احنا في البداية كده قمنا بطبعة بنارات خاصة بشروط رد الضريبة والبنارات دي تم ترجمتها باللغة العربية واللغة الإنجليزية وتم وضعها في أماكن واضحة جدا في صلاة الوصول بمطار شرم الشيخ ده أول جزء تاني جزء برضو قمنا بتبعة وتصميم بنارات خاصة بخطوات رد الضريبة وتم ترجمتها بخمس لغات اللغة العربية والإنجليزية والفرنسية والروسية واللغة الأسبانية وتم وضعها بجميع فنادق شرم الشيخ وجميع المولات الكبرى في شرم الشيخ وأماكن التجمعات العامة في شرم الشيخ هل تم تدريب الشباب والعملين في المحال أو التوكيلات التجارية اللي اشتركت في هذه الخدمة بحيث أنها تعرف تتعامل مع السائح أولا تعرف تتعامل مع الجهاز اللي حيستخدموه لرد الضريبة أو لتسجيل الضريبة بحيث أنهم عارفين يتعاملوا وعارفين الحدود بتاعتهم عارفين نوع العملة اللي حيتم رد بها الفلوس ولا الموضوع بيخضع بقل التجربة من حوالي نابل المؤتمر بشهر في فريق كامل للدعم الفني كان موجود في شرم الشيخ بيلف على المحال التجارية وأصحاب المنشئات التجارية اللي هترد الضريبة وكان فعلا بيحصل توعية لهم وإزاي يتعاملوا مع السائح عشان عملية رد الضريبة نحن نكلم على فكرة استرداد الضريبة دي تحديدا نحن نكلم على الضريبة اللي بتقدر 14% نحن نفروض هنا بحسب القانون نعم الـ 14% هل بيردوا بنفس عملة السائح اللي موجود يعني سواء كان دولار سواء كان استرليني ولا لأ وفترة الاسترداد بتكون قديم هو يا فندم حاك لما السائح بيتوجه للمطار للمغادرة المفروض هو بيدخل على القسم الخاص برد دريبة القيمة المضافة وبيطلع البسبور بتاعه للمنظف الجمرق مجرد ما بيأخذ رقم البسبور ويدخله على شاشات المنظومة المماكنة بيظهر له جميع الإصالات اللي السائح دا قام بيها خلال مدة إقامته في مصر وبيظهر له تاريخ دكوله مصر إمتى وتاريخ طبعا المغادرة اللي هو في نفس اليوم اللي بيغادر فيه وبيشوف هو فعلا تتخطط ثلاث شهور ولا ما تتخطاش لو ما تتخطاش ثلاث شهور بيشوف السلعة نفسها أو المنتج اللي هو هيسافر به المغادر بعد كده بيطلب منه الكارت الخاص بالبنك بتاعه ويتم الرد بالعملة الخاصة بالكارت نفسه الفترة بالله بيتم فيها استرجاع هذه العملة بيبقى لحظة يعني هو فيه مكينات بي او اس موجودة جنب موظف الجمرق مجرد ما بيطلع وبيعمل الشيك على السلعة اللي هيتم مغادرة السائح الأجنبي للبلاد بيها بياخد منه الكارت وبيدخالف مكينة البي او اس وبيردله كيمة الضيق دي في حد ذاتها ميزة خليه ولكن لما سفرت مرة تقلي في حدود من 10 إلى 14 يوم هيكون يعني تم استرداد من المغادر لكن تتكلم عنه سبط الرد خوري طيب لما الناس بتروح تعمل الريفاندة او انها ترجع الضريبة البعض ممكن يبقى متخيل انه هو عنده لمت او عنده حدود الرقم ايا كان الرقم اللي هو صرفه بنرجع منه الـ 14% ما عندناش حدود للصرف ايا كان الرقم اللي صرف بيتم رد دربت الكمال مضافة بأعليه وبيتم رده في صورة الكترونية مفيش فلوس كاش بالتدخل في اليد لما بنقول حاجة مميكانة لما بنقول حاجة مميكانة دخلة فيها التكنولوجيا وتحديدا الانترنت وفي ربط ما بين الانترنت كلنا كده بيجينا هاجس ونتخوف احيانا ويمكن ده التخوف اللي عند زميلتي منا من فكرة سيستم اللي وقع لا يا فندم ان شاء الله نتتعاملوا زي مع هذا احنا عاملين انظمة بديلة وحاجات يعني في نتورك بديلة وفي اجهزة بديلة وفي موظفين بودلاء لو فيه لقدر الله حد من الموظفين انتهى ولا حاجة فيه فيه ناس بديلة ليهم يعني فيه سيستم تاني يعني فيه نتورك سيرفرات تانية موجودة بديلة يعني السيرفر التاني ده عليه نفس الداتا بتاعة السياح يعني نفس كل حاجة يا فندم طبعا احنا عاملين حسابنا متأكد ما فيش الكلمة متأكد يا فندم طبعا الجرات العادة واحنا مسافرين اي مطار بنبقى عاملين حسابنا في عدد ساعات محترم قبل ما مندخل على منطقة الريفاند او على منطقة رد الضريبة بحيث ان احنا نبقى مأمنين نفسنا يعني فان احنا ما يضعش علينا الفلوس وفي نفس الوقت ما يضعش علينا الطيار هلا قلت لي انه عن طريق الموبايل أبليكيشن الوضع اختلف السائح بيبقى رايح وهو بالفعل داتا موجودة لسه مش هنبتدي نعمل سكان لفواتير مختلفة او نبتدي نعمل مسح ضوء يعني للفواتير دي هل بيبقى رايح وهو عارف هياخد كام هو قاعد حاسب وظهر له المجموع او الفاليو بتاعة الفلوس اللي المفروض ياخدها ولا بتخضع لي نسبة وتناسب او بتخضع لي المدة اللي قاعد فيها لا هو يا فاندم هو بس نعمل حق شرط من الشروط ان هو المدة بتاعته لا تتجاوز تلات شهور فطالما المدة بتاعته لا تتجاوز تلات شهور وهو دخل على الموبايل أبليكيشن مجرد ما بيدخل ويسجل تسجيل الدخول برقم الجواز الصفر بتاعه بيظهر له جميع مشترياته من جميع اصالاته الالكترونية اللي تم بها الشراء خلال مدة تقامته في مصر بيها موجود في الإصالة الالكتروني للأيتمز نفسه ايه هو السلع اللي هو اشتراها وقيمتها وقيمة الضريبة اللي المفروض تتردلو ايه اشترا سلعه معمرة اشتراه دهب اشتراه عربي ايه اشتراه كل حاجات دي خضع كل شي موجود في الموبايل أبليكيشن كل ده خضع لرد الضريبة بالضبط يفهم بس مع الشرط عذراني احمد مع شرط ان هو يسحبها معي خارج جلبي بالضبط فكرة النظام الجديد الالكتروني جات منين وليه قررنا ان احنا نعمل الخطوة دي تحديدا مع مؤتمر تغيرات المناخ هل كانوا من انواع الدعاية يمكن البعض قد يتساءل يعني السايح اللي جاي علشان خاطر او الزائر اللي جاي تحديدا لمدينة شرم الشيخ علشان يحضر مؤتمر المناخ قد لا يشتري سلع كثيرة فبالتالي مش هيبقى فيه نسبة استرداد كثيرة ولا هي خطوة للتعريف بالنظام وبان مصر عندها منظومة الكترونية متكاملة ولديها تغيرات مش بس مدينة خضراء لا انظمة ايضا الكترونية يعني ده سؤال في جزء من الاجابة بالضبط افهمني زي حكو وضحت فعلا خطوة ان احنا نوري مصر قدام العالم كله ان احنا عندنا فعلا رد ضريبة وان اي سائح زي ما هو متعرف في افضل المبارسات العالمية ان اي سائح بيشتري حاجة من المصر بيسدد على انها ضريبة قيمة مضافة من حق ان هو يرده ومسافر لو ابتدينا نحاول نستفيد او نعظم الاستفادة من سياحة المؤتمرات واعتقد ان احنا عندنا يعني ما يمكننا من ان احنا نقدر نغزو سياحة المؤتمرات او نغزو هذا السوق لما نقول ان احنا عندنا محلات موجودة في شرم الشيخ او محلات للتوكيلات اعتقد لها افرع كثيرة في كتير من المحافظات بيطبق عليها نفس الطريقة يعني السائح لو مد فترة اقامته واتحرك من شرم الشيخ ابتدا يتحرك في بقي المحافظات المصرية اللي لها افرع مختلفة من المحلات المشتركة في هذا النظام برضو بيطبق عليها نفس الموضوع بتاع الرد الالكتروني ولا يمكن لسه ما تكونش عندهم الاجهزة او الطريقة اللي بيتعامل بيها الموضوعين اتخذنا القطة الاولى انها تبقى على مدينة شرم الشيخ وبرضو كان فيه قرار طلع من السيد الرئيس المصلحة للضرائب المصرية في 15-9 وهو قرار 484 والقرار ده ألزم كل التجار والممولين المتواجدين في مدينة شرم الشيخ بانه هما يدخلوا في منظمة الإصالات الإلكترونية لكن لو هو راح الافرع الاخرى للمحلات هيخد الوصل القديم اللي احنا بقى من قانون 2016 ويرد جزء عن طريق الوصل المطبوع وجزء عن طريق الابليكيشن لا هو يفندم برضو لو هو معاه فاتورة ضريبية او الوصل القديم الضريبي ده من حقه برضو ان هو يتوجه للجمرك بتاع شرم الشيخ وهو مغادر وبيدي الفاتورة القديمة دي او الفاتورة ضريبية القديمة لموظف الجمرك وبيدخلها برضو على السيستم وبيتم الرد بنفس الطريق يعني كل ما هو هيغادر البلد من شرم الشيخ هيرد بنفس الطريق الرد القديم اللي هو المانوال مش الإلكتروني ده متاح في مطار القاهرة متاح في جميع المطارة هي الخطوات يعني لو عاوزين برضو نواجه حناية السادة المشاهدين هي الخطوات اللي يعمل عشان يقدر يعمل الاسترداد للضريبة اللي تم دفعها هل احتفاظ بفاتورة فقط؟ احتفاظ بالفاتورة وبيتوجه بالفاتورة دي لمأمور الجمرك وفيه نمازج بمأمور الجمرك بيمنهاله وبيقوم برد الدريبة على طول بشكل مباشر بعد ما بيمنهاله النمازج ان هو نموذج مئة 24 تحديد نفس شرط الـ 1500 جنيه بالزبط في النفس الشروط لان ده قانوني فبيقى انطبق على كل محافظات مصر نحن بالقول نستعالوا ومبسطوا وتفسحوا واتفرجوا على جمال شرم الشيخ وردوا الدريبة وانتم ماشيين وحتستفيدوا بكل يعني السبل المتاحة الموجودة عندنا نورتنا وشرفتنا سعادة بوجودك معنا الأساس محمد عبد الباقي الجرحي مدير مشروعات بواحدة السياسات الضربية بوزارة المالية أهلا وسهلا شكرا نفاني شكرا نفاني نضيف عزيز علينا وخطوات بنقدرها كلنا ومجودات سواء كانت في وزارة المالية أو مصلحة الضرب شكرا نفاني شكرا نفاني